ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد الانهياء نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية اليوم الاجتماع الأول لمجلس السعادة والإيجابية لوزارة الداخلية لعام 2019 الذي عقد بمقر الوزارة وتم خلال الاجتماع استعراض عدد من المبادرات والمشاريع التي تستهدف تطوير العمل الشرطي وتعزيز جودة الخدمات المقدمة ونشر ثقافة السعادة والإيجابية بين أفراد المجتمع في نطاق عمل الوزارة